مظاهرات في مختلف المدن التونسية من العاصمة من إلى بنزرت إلى سوس عدد من المناطق القصرين عدد من المدن الرئيسية في تونس نتيجة بعض الأوضاع ونتيجة الأوضاع اقتصادية صعبة الرئيس قيس سعيد بالأمس نزل والتقى المتظاهرين المحتجين على الظروف الاقتصادية الصعبة واشتباكات مع الشرطة اشتباكات مع الحرس الوطني الشرطة كانت في اليوم الأول والتاني بعد كده نزلوا الحرس الوطني عشان أيضا يساعد الشرطة ويواجهد تظاهرات لأنه حصل أعمال شغب تخريب سرقات نهب تونس على زي ما بقول لها حاكل وضع صعب وضع اقتصادي صعب جدا في تونس تتوقف السياحة كورونا إغلاق ونتيجة الحال الإغلاق الشعب التونسي زي ما هم بيتكلموا بشكل واضح إنه محتاجين نعيش محتاجين ناكل مرتبات فلوس ووضع صعب نتيجة إغلاق كورونا وغير كورونا وكل هذه الأمور قدت لترد الأوضاع الاقتصادية في تونس بعد عشر سنوات من ما أطلقوا عليه في ذلك الوقت يعني ثورة الياسمين وقدت هذه الثورة في تونس إلى العودة إلى الوراء لم يتقدم الشعب التونسي لم يحصل على ما كان يتمنى الشعب التونسي كلهم النهاردة بيتكلموا في هذه الأمور دعوات ضد حزب النهضة الإخواني ودعوات ضد العزاب الأخرى التي أدت إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس حاليا بعد عشر سنوات أيضا وقالوا أن الوقت اللي احنا فيه النهاردة أصعب من العشر سنوات الماضية كل سنة كانوا يتوقعوا الأفضل ولكن جاءت كورونا أيضا لتقضى على أمال العالم بالكامل وأماء ومنها تونس طبعا رئيس قليل سعيد طالب المتظاهرين بالسلمية وعدم الإنجرار وراء دعوات الفوضى عدم القيام بحرائق عدم القيام بعمليات تخريب وقال أنه ده ليس في صالح تونس وقال أنه فيه أيدي بتاع بس بي الأمن التونسي هشام المشيشي رئيس الوزراء النهاردة اتكلم على الفوضى اتكلم على لابد من يعني اللي يتظاهر يتظاهر بشكل سلمي ولا قال أنه هناك من يريده إحداث فوضى في تونس وأنه لن يتم السماح بهذا الأمر تم القبض على حوالي ألف طبقا لبعض البنات الصادرة من تونس حوالي ألف من المتظاهرين أحلهم للقضاء مباشرة وقال أنه هذه الإجراءات اللي اتخذت لمواجهة للمخالفة للقوانين التونسية لتظاهرات لمسألة التخريب الذي حدث خلال الأيام الماضية اليوم الرابع على التوالي تظاهرات ليلية وبتتم في عدد من المناطق والمدن الرئيسية النهاردة كان قبل في العصر عصر هذا اليوم في الشرع الرئيسي الحبيب بورقيبة في العاصمة في قلب تونس أمام وزارة الداخلية التونسية كان تجمع المئات أيضا ويعني في الشارع الرئيسي اليوم ولكن المظاهرات ممتدة مستمرة عدلوا حكومة تغيير عدد من الوزراء أيضا لمواجهة غضب في الشارع لدى البعض من الغاضبين في تونس نتيجة لترد الأوضاع الاقتصادية وسوء الوضع الاقتصادي في تونس